دينا عندك أي جرح باقي جواكي من ناحية والدك؟ خالص ده حبيبي لا 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 حتى لو سمحت لأ أنا كنت بحبه لأخر لحظة أنا ما صدقتش إنه مات أنا أبويا كان صحبي يعني لما مات سري بقفلية طب اتقال إنه نفس القتيل اللي توفى فيه هو القتيل اللي رأستي فيه تاني يوم تقريبا لا 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 بابا توفى في المستشفى السلام مش في قتيل خارج رأستي في نفس اليوم أو تاني يوم تاني يوم ده أحيتي حفلة وجوزي لما مات برضو عملت المسرح في نفس اليوم ده فأنت تغير جات كنت بعرض مسرحية مع الأستاذ عادل إيمان بس مسرحية مفهومة لا وشغل مفهوم كل الشغل مفهوم طب اشرحيلي ده اشرحيلي الإحساس ده لا أنا بعرف أفصل يعني أنا ممكن أبقى متضايقة جدا أصلا لو اعتذرت عن كل شغلي لما أبقى متضايقة يبقى مش هشتلق لا بس بابايا توفى دي مش لما أبقى متضايقة يعني وفاة والدي دي لما أبقى متضايقة يوم ولا ربعين يوم ولا لحد النهاردة كل سنة يوم عيد ميلاده بزعل